نعلن اليوم معارضتنا التامة للبرلمان الجديد كما نعلن أن المعركة أصبحت واضحة مع السلطة هذا ما ختمت به رئيسة الحزب الدستورية الحرة عبير موسي خطابها أمام أنصارها في احتفال الحزب بالذكرى السابعة والستين لإعلان الاستقلال موسي انتقدت بشدة سياسات الرئيس التونسي وانفراده المطلق بالحكم 20 مارس 2023 أين نحن؟ شنو وضعنا؟ شنو التشخيص هكا كي بيش نحطه قدامنا؟ شنو نلقاو؟ نلقاو بلاد بلاد مؤسساتها غير شرعية نلقاو شعب مفقر عمداً نلقاو خزينة مفليسة عمداً نلقاو مشهد سياسي تعيز كئيب شبه منعدم وكشفت عبير موسي التي تقود الحزب المعارضة الأبرز لقيس سعيد عن خروقات دستورية من بينها إصداره قانوناً انتخابياً للانتخابات البلدية متعارضاً مع الدستور الذي خطه هو وانتقدت موسي تهميش الأحزاب قائلة إن حزبها سيحكم حتماً البلاد كيفاش يخرج ينقح القانون الانتخابي بمرسوم؟ في دستوره هو ما عندوش الحق علش نوم عمل هو نحكم كيما نحب علش؟ خطر هو ما عندوش محكمة دستورية ما حابش يعملها طيو انت ما خرقت القوانين الكل؟ تعال لقل خرق القانون وعمل محكمة دستورية خلنصدقوك اللي انت شريف ونظيف وخلنحاسبوك قدام المحكمة نطيع كذي الدستورية في ذكرى عيد الاستقلال تميز الشارع التونسي بانقسام حاد بين من يعارض الرئيس التونسي ومن يدعمه وغابت مظاهر الاحتفال عدى خروج منتسبي حركة الخامس والعشرين من جويليا الحزب المؤيد للرئيس التونسي إلى الشارع حيث رفع المشاركون شعارات مناصرة له في الذكرى السابعة وستين لاستقلال تونس غابت وحدة الصفة انقسام حاد بين المعارضة والسلطة وأفاق فيها الكثير من الغموض فتح الفلح ميديا تونس